تعالوا ننقل على السلشاير بقى خش علي كده يا جماعة يعني يا لهوي على ادارة منشستر يونايتد عباسية والله العزيق احبش الكلمة دي بس هي ادارة عباسية اللي بيحصل ده عباس جابو ديفيد مويس قالك ده الرجل المختار حلو ومجابولوش ولا لعيب جابولو مرام في العيني بس وبعدين مجايدين لويز وانجال وطلب للرجل طلبات مجابوهولوش وجابولو لعيبة قاعد منشستر يونايت اللي بيع فيهم ست سنين باين يعني العيبة ماركوس رخو بقى دالي بلند واسماء يعني ما ينفعش يعني تلعب في النادي جابو مورينيو وما جابولوش العيبة مش مورينيو جابوا اللعيبة اللي كان عايزها مورينيو وقدوها السلشاير وبعوا رميلو لوكاكو عشان ده اللي جايبو مورينيو والسلشاير عايز راشفورد مهاجم وبعد كده جابو كريستيانو رونالدو فمبقاش راشفورد المهاجم مفيش رؤية خالص في النادي حتى لما جم خلاص بقى يصبره ويثبته معاه مع سلشاير ويكمله جم في اللحظة اللي لازم تتم فيها أقلته لأن الراجل خلاص الفرقة اتهربدت من كل الاتجاهات خلاص ما بقاش فيها فرقة يعني الفرقة فكت كريسيان رونالدو راشفورد سانشو ميسون جرينوود رافايل فاران هارين ماجواير كل الناس اللي جم مش قادريني يشكلوا فرقة فخلاص بقى امشي ومش قادر تضغط ومش عارف تدافع وخلاص بقى اتكل على الله وهات انتونيو كونتي راجل قاعد في البيت انتونيو كونتي ده بيجيب الدوري 100% شور يعني بيجي معاه جارانتي ضمانة كده انك هتكسب الدوري السنة الجاية ان شاء الله لأ احنا نديله فرصة ثلاث أسابيع بس علشان خطر دول ثلاث أسابيع صعبين فنكون احنا برضو فكرنا في أمورنا طب هو كونتي راح 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 توتنام قاعد انت بقى تشقلب وشوف مدير فني هتخترعه من اول وجديد وقاعد اختراع العجلة وبتدي يفكر كده لان زيدان مش عايز ييجي واقعد بقى بصة في السقف وقول اه انا اجيب مدرب اكتشفو مدرب صغير في السن انا اجيب واحد من الليجنز بتاع ما اقول لك يعني ضمار اللي بيحصل ده في منشستر تلت تلت ماتشاط اتالانتا منشستر سيتي وقبلهم كان توتنام توتنام من الغلبان اللي اي حد يكسبه اصلا عادي مع نونو سانتو خدت القرار بانك تصبر ثلت ماتشاط فكنت يراح منك اللي كان يجيب لك الضمانة فتاعت انه على الاقل يستقر لك الوضع على اي حال اما نشوفهم هيروحوا بمين في الابارة الفنية انا كل اللي يعنيني ان لو بتبص على القايمة فلازم ديك لان رايس يوصل اذا هبت رياحك فاختنمها كريستيانو رونالدو مش هيعيش لك لعمر كله انت جبتوا صدفة اصلا يا معلم وبالتالي بما انك بقى عندك كريستيانو اللي قادر يمطلق القماشة بتاعتك لقدامه ويخليك تكسب اكسب بقى يعني هدت ارتكاز يعني كفاية فريد وكفاية ماتش وكفاية انك تسق في بوجبا في الوجبات الدفاع كفاية بقى الحاجات اللي بقالها اربع سنين ما نكحتش ما انت جربتها وما نكحتش فقلت طب خلي الاتنين نرتكاز ثلاثة ما نكحتش طب ماتش وبوجبا وبرونو ما نكحتش طب فريد وماتش وفريد ومكتوميناي ومش عايز اشوف بوجبا في الملعب انا مدرب جامد جدا وشخصيتي قوية وبوجبا عادة ما نكحتش طب خلاص مش تري يعني خلاص مفيش فاشتري وديكلا رايس قدامك وبسمسم بدلا ما يروح سيتي فابقى كنتي راح تتنام وديكلا رايح راح سيتي ديكلا رايح راح سيتي وانت مكمل معنا بقى في المهزلة اللي احنا فيها دي معلش رنقسر بس احب منشستر برد ممكن صلاح يروح الريال ولا لأ اعتقد صعب عشان كريم بنزي ما كبر في السن و وبنيسيو الجونيور عملت شغل كويس ناحية الشمال فصعب ان هما يشتروا حد فوق التلاتين وفي ادن هازرد وفي جارس بيل في الفرقة الفرقة تبقى كبرة في السن لو تخلصوا واتمنى ذلك يعني مجددوش جارس بيل اتمنى ذلك وباعوا ادن هازرد هيبقى معدل اعمار مناسب ان الصلاح يدخل للفرقة وكايلين البابي يدخل للفرقة ويرلينج هالدن دي يدخل للفرقة والله اعلم هيصرف على الناس دي كلها منين بس يعني يعني الاحلام مش بفلوس فخلينا نحلم يعني ايه رأيك لو مصطفة فتحي لعب ثلاثة وسط في خطة كيروش تحت محمد صلاح مع تكاليف بمهام دفاعي انت كده فقدتني خلاص انت كده فقدتني ابراهيم ميسي انت كده فقدتني واجبتني في عيال مصطفة فتحي بازت لأ طبعا مصطفة فتحي اصلا مستور رئيسية هو عامل زي يعارف لو بتتفرجوا على الافلام الامريكاني بتاعت العربيات الزرار ده اللي بيعملك بيفرقلك شوية كده في الملعب بيجريلك لوحده هو بيسري فيما هو بيعنده الميزة دي فانت متخطوش بعيد عن الجون بزاك كمان انه هو بيقعد يرقص بيبصش فوق ما بيبصيش فانت حطه عند قرب واحد يرقصه يجيب جون وخلاص على كده يستلم يشوت يجيب جون هو ده مصطفة فتحي في الوقت الحالي شايف تشافي هيقدر يزبط الدنيا لا اتكلمنا في الموضوع ده بقى ارجع شوية في لايف هتلاقيه ممكن بينجي ينجح في نادي زي منشستر ينايتد مراد كمال السؤال ده حلو بيجي كتير قوي فكرة ان يبقى عندنا لعيب كويس وامكانياته البدنية بسم الله ما شاء الله يعني بينه فنسأل اذا كان الرجل ده ينجح في الطوب لفل زي منشستر ينايتد ولا لا في الحقيقة هي التيمبو سرعة اللعب في كل دوري مختلفة احيانا فيه لعيبة من الدور الايطالي ما بتنجحش في انجلترا عشان بيقولك ان التيمبو بتاعهم مش الدوري البرازيليين ما تبتكرش عدد كبير منهم نجح في الدوري الانجليزي عشان التيمبو بتاع الدوري الانجليزي مختلف عن اللعب البرازيليين اللي عايزين يحتفظوا بالكورة فيه حاجة اسمها سرعة اللعب سرعة اللعب في الكورة الافريقية اقل كثيرا جدا من الكورة الاوروبية نهيك عن الدور الانجليزي اللي هو بيعتبر الأسرع لكن لو بتسأل يعني اعتقد دي الاجابة فاعتقد لا لكن في كل الاحوال محمد صلاح خارج من الدور المصري دلوقتي هو سطورة ليبربول فانا مش هفترض ان اليو ديانج مقدرش ينجحنك انا هفترض ان المسافة دلوقتي بينهم بعيدة قوي عاملة زي لو قلتلي ايامنا محمد صلاح كان بيلعب في المقولين العرب هو ينفع بكرا يلعب في ليبربول كنت اقولك صعب قوي بوعاد عن بعض بس ما كنتش عارف بقى انه يبقى في بازل في يورنتينا روما واتشلسي في النص وليبربول سنة واثنين وثلاثة واربع بقى الأحسن في العالم فالرحلة دي لو ديانج قطعها قطع شبهها اه ممكن جدا لا لا لان احنا عندنا تجربة نجحت من الدول المصري ممكن يطلع اسطورة عادي جدا مسرر الشبهن من الان دولد من دولد شبهن فالانا